استنفت بعض المحلات التجارية في بازار تجريش في طهران عملها منذ صباح يوم السبت ومع ذلك لا تزال الاسواق التقليدية ومراكز التسوق الكبيرة وبعض المتاجر الواقعة بالقرب من البازار مغلقة تقدم المقاهي ومطاعم الوجبات السريعة التي تعمل حاليا خدمات التسليم السريع للوجبات فقط ووفقا لاحدث الاجراءات الحكومية يتوجب على المحل التجارية التي تود استيناف اعمالها تقدم طلبات الى قطاع الصحة ولا يمكن استيناف العمل الا بعد الحصول على الموافقة بسبب تفشي الوباء في انحاء العالم لا يستطيع الكثير من الناس شراء السلع التي يحتاجونها ادير سلسلة محلات كبيرة لكن العديد من المتاجر الصغيرة لا تزال مغلقة امل ان ينتهي الوباء في اقرب وقت ممكن ويتمكن الناس من التسوق براحة وطمأنينة على الرغم من استيناف بعض الاعمال التجارية في طهران لكن الوضع بالنسبة لسيارات الوجراء لا يزال صعبا قال العديد من العاملين في القطاع ان دخلهم انخفض بنسبة 60% قبل تفشي الوباء كنا نحتاج الى بضع دقائق للحصول على زابون جديد امل ان يستغرق الامر من ساعتين الى ساعتين والنصف وضع الناس صعبا للغاية وما زلنا بحاجة لكسب العيش اتخذت الهكومة الايرانية السلسلة من الاجراءات الاخرى مثل اصدار القروض والاعنات لذوي الدخل المحدود وغيرها لمساعدة الشركات والافراد الاكثر تضررا الى هذه الفترة الصعبة